يشكو أغلب المواطنين في النجف الأشرف من ارتفاع الأسعار مراسلنا في المحافظة تحسين الشيخ واتقى لنا حركة السوق هناك ومدى التزام التجار بالإجراءات القانونية في هذا التقرير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار لا زال يلقي بظلاله على المستوى المعيشي للمواطنين في محافظة النجف الأشرف الذي شكى أغلبهم من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بالنسبة للمواد المواد غالية طبقة البيض هساني الرجال فقير تسعيره يعني يسعروها يسعروها فإذا سعروا المواد راحنا الشعب العراقي أول شي يعرف التسعير ويعرف المادة بسقد تجار المواد الغذائية من جهتهم أشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى سيطرة البعض على الأسواق دون الاكتراث للإجراءات الحكومية داعيا البعض منهم إلى زيادة الدعم الحكومي للتاجر العراقي الحكومة يعني أغلب أغلب الدول العالم تدعم التاجر بيمن تخفض الضرائب عنه تخفض الرسوم تدعم الدينار أو مثل العملة ومع ذلك لم تتوقف الجولات الميدانية للجهات الحكومية الرقابية لمحاسبة المتلاعبين خصوصا بعد انخفاض أسعار صرف الدولار إلى دون المائة والخمسين ألف دينار لكل مائة دولار بدأت الحملة صباحا لغرض متابعة الأسعار بعد الهبوط في أسعار الدولار كذا فكانت الأسعار مناسبة وتختلف عن سابقة في الأيام القديمة وشهدت الأسواق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا بسعر صرف الدولار الأمر الذي قد يسهم في خفض الأسعار هذه الإجراءات تتزامن مع النزول الحاصل لسعر صرف الدولار عسى أن تخفف من كهل المواطنين بعدما عانوا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصا ذو الدخل المحدود تحسين الشيخ الرابعة النجف الأشراف